نقطة مهمة جدا حياتك كلمت فيها وانا وانت حياتك بتحكي كده في 2004 و2007 على فكرة كان ممكن تكون ظروفنا الاقتصادية كانت احسن بس ما كانش فيه ارادة من القادة السياسية وتحديدا من الرؤساء او القائمين على العمل الفترة اللي فاتت انه هو يعالج او انه هو يوفر انت حياتك ساعدك كمان ان وجود رئيس عفتاح السيسي معاك دعمك في ده وعايف دعمك في المقدارات تانية كتير فقدر تتوفر دور مجتمعي مهم جدا من خلال المؤسسة انا مش انا عاوز اقول لحاك سحمد احنا مفيش مرة عرضت على سات الرئيس في اي مؤتمر اي مبادرة انسانية الا واستجاب ليه انا فاكر يمكن كنا اول لقاء معاه بكلمه عن تانية القرى الاكثر احتياجا وازاي ان احنا ممكن نشيل بيوت بالكامل ونبني بيوت باكثر يعني كرامة للانسان اللي هو سكن كريم وفي المؤتمر ده الرئيس وافق على دعم المؤسسة في كنا بساعتنا بنكلم عن مجموعة شباب يسمعونا كنا بنعرض الكلام ده عليه وافق على دعم 500 مليون جنيه من سندوق تحية مصر والحقيقة جمعية الارمان والمصر الخير ومجموعة من الجامعات اشتغلوا في المشروع من بعدين من بوشرة كنا احنا مجهزين بشكل كامل من خلال المؤسسات تسمعونا للهيكل الاداري والتنفيذي لل500 مليون نشتغلهم عن الارض فتم الاستعانة ببعض الجامعات الشريكة واللي هم يعني ونعتبرهم خبراء في المجال يوم خبراء في المجال ده وبعدين بعد ما نجحنا في مبادرة الطابع نفسك وكشفنا 26 ألف اشتغلنا كنا مخططين ان احنا اشتغل على حملة لمكافحة مسابات العامة واطلقناها باسم مبادرة عينيك في عينينا واشتغلنا فيها لا قبل عينيك في عينينا لشانا ادريها نقطة معاي حيك برضو من العمل ده لا لا انا اساس الحلقة عايز اعملها ان حيك شجعت كمان رجال الاعمال في الكرة اكثر احتياجا ان هما راحوا واشتغلوا على ده فاذا كانوا محتاجين الاسبوت اللي حيك عملته ده على الكرة عشان الناس تشغل عليه وده اللي بحاول اعمله من خلال دور قناتين دور صباح الورد الناس برضو تشوف دور حضرك ايه ممكن يقدر يساعدك في ايه سواء بقى في الكرة في علاج في اي دور مجتمعي الفترة اللي جاي الكلام حكو مظبوط احنا وقتها كمان تقدم بعد العرض ده كان حديد المصريين رجل اعمال احمد باشيما وتبانى عشرين قرية واشتغل عليهم بشكل فيه كفاءة عالية جدا وكان ده بالتنصيق مع الجماعية الارمان وبعديها على طول انا فيه رجال اعمال كتير جدا كل رجل اعمال من محافظة معينة بدأ يتولى مجموعة من القرى في المحافظة تكلف ملايين يعني عشان برضو الناس بعرفة ان القرية ما بتنزلها تشتغل في صرف الصحي بتشتغل في وصلات مية وانشاء مسكن بالكامل بتبني بيوت بزرط اعادة هيكلة البيوت بالشكل الكامل بتشتغل كمان مشروعات تنموية بتشتغل اعمالات جراحية بتشتغل اطراف صناعية فعندك كذا تبني مجتمع بالزبط انت مش بيصلح بيت تبني مجتمع كامل اللي بيحصل بعد الوقتي التطور الكبير اللي حصل ان سيد الرئيس اطلق مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة دي 266 قرية احنا ان شاء الله شركاء فيها من صناع الخير بل مع 18 جمعين 266 قرية اعتقد من 340 قرية كلهم الموجودين لا هو احنا العدد يمكن اكتر شوية من 340 لكن هما الاصعب والاخطر هما ال 266 قرية الاكثر احتياجا من الكرة المدمرين بشكل كامل اشتركوا في القناة